ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية لم تتوقف عند الاسرى المضربين عن الطعام لليوم الرابع والعشرين على التوالي بل تعدتها الى المحامين عند لقائهم بموكليهم من الاسرى الفلسطينيين حيث شرع اعضاء في الكنيسيتي بالتحريض ضدهم متهمينهم بالتنصيق مع الاسرى في نقل الرسائل من قيادة الاضراب الى خارج السجون نتابع هذا التقرير دعوات تحريضية جديدة يمارسها الكنيسة تطالب باقامة لجنة لفحص الحقوق التي يتمتع بها الاسرى الفلسطينيون وتقليصها وتقييدها من ضمن جملة التحريضات التي بث الكنيسة سمومها كانت ضد محامي الاسرى متهمينهم بنقل الرسائل بين الاسرى والفصائل خارج المعتقلات وتنسيق الاضراب عن الطعام في ظل ما اسموه بسرية التي تلف لقاءات المحامين بالاسرى على عكس ما هي الحقيقة اذا اعتقد الاحتلال بان المحامين هم منقلوا صوت الاسرى من داخل السجون فهو واهم الوسائل العديد اولا هناك اجهزة خلوية مهربة وهذا يعرفها الاحتلال وثانيا زيارات الاهل عندما كانت منتظم الاسرى يبلغون عائلاتهم وذويهم بنيتهم بالتحضير او بالشروع بالاضراب المفتوح عن الطعام ثالثا يأتي دور المحامين وهذا ما حصل المحامون اعلنوا ذلك والاهالي اعلنوا ذلك في وسائل الاعلام وبالتالي ليس حصرا المحامين هم من نقلوا هذه الصورة عضو الكنيسة عن حزب الليكود اميروحانا دعا لسلب الاسرى حقوقهم فيما قال افيد اختر من ذات الحزب بان محامي الاسرى ينقلون المعلومات من داخل السجون للفصائل خارجها دعيا مصلحة سجون الاحتلال لاثبات ذلك بالدليل القاطع كي تسهل مكافحتها على حد قوله هو ذاته ما دعا اليه عضو الكنيسة عن المعسكر الصهيوني نحمان شاي الذي دعا وزارة الامن الداخلي لدى الاحتلال للتحقيق حول تنسيق محامي الاسرى للاضراب هناك كيود مشددة على لقاءة المحامين بالاسرى قبل هذه الحملة ونتوقع مثل ما تعودنا سابقا ان تؤدي الى مزيد من فرض القيود على لقاءات الاسرى وربما ستكون الايام المقبلة وخلال اقل من اسبوع حاسمة حيث ان الاضراب دخل منعطفا خطيرا وبتنا نتوقع الاسوأ للأسف الشديد هي هجمة جديدة يؤكد الاحتلال من خلالها معاداته للانسانية وضربه لكل القوانين الدولية الخاصة بمعاملة الاسرى بعرض الحائط فيما محامو الاسرى مستمرون في اداء واجبهم رغم القيود والتجديدات التي يتعرضون لها خلال كل لقاء لهم مع موكلهم الاسرى من فلسطين المحتلة حافظ ابو صبره رؤيا